مريم من أم القوين تسأل عن تسمية ابنتها بملاك تقول ما حكم ذلك أخت الفاضلة مريم تسمية ملاك فيها ثلاث أقوال لأهل العلم القول الأول بالتحريم قالوا لأن فيها مشاكلة و مشابهة بما كان أهل الإشراك من زعمهم بأن الملائكة بنات الله بنات الله قالوا الملائكة بنات الله ولذلك قالوا تسمية البنت ملاك يأخذ من هذا القول الثاني قالوا بالكراهة التنزيهية و ذلك لأن فرق بين المسلم و بين المشرك لكن لكون الإسم فيه اشتباه كذا فيكره التسمية به القول الثالث الإباحة و قالوا بأن من تسمية ملاك لا علاقة له بما يعتقده المشركون و لذلك يقول لا بأس بذلك الذي يظهر والله أعلم الابتعاد عن هذا أخت أم أخت مريم ابتعدي عن هذا و الحمد لله الأسماء كثيرة والأسماء اللي ما فيها مشكلة كبيرة كثيرة لأن من حق المولود على والديه اختيار الاسم الطيب فيه فائل الاسم اللي ما فيه مشكلة كثير من الأولاد ربما يعني بنت من البنات تسمع بعدين تسمع واحد يفتي بأنه حرام ثم تتسلط على بنتك و تسبب له عقدة نفسية تقول آه أنا سمعت الشيخ الفلان يقول حرام و تبدأ البنت تعيش حالة من الاضطراب و تحمل عقدة معينة بسبب هذا الاسم فما في داعي يا جماعة الخير الواحدة يورط نفسه و الحمد لله الأسماء كثيرة جدا الطيبة و اللي ما فيها أي إشكال بارك الله فيك